بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معنا جهاز سامسونج جماعة قطع خالص سوكتم بوكتم مش مطلع أي حاجة لا صوت ولا صورة ولا إضاءة شاشة ولا زنة حتى أول حاجة طبعا هنشك فيها دائرة الباور لأن هي اللي بتغذي الجهاز أو السلك أو المفتاح دي الحاجات الضرورية في الأول أو دائرة الباور هنفتح الجهاز كده جماعة من جوة هنقوم أول حاجة بعملية التنظيف أهو كده عشان يمكن نشوف حاجة مكسورة مخلوعة شيطة يعني تحاولت ساعدنا في نحن نعصر على العطل بسرعة طبعا أنا لاحظت حاجة لاحظت الفيوز ده جماعة زي ما احنا شايفين كده محروق حرقة جامدة ده يضيني إشارة إن فيه حصل شورت أو قفلة جامدة حملت عليه وخليته يضرب الضربة الوحشة دي كده لأن لو فصل بنتائر ارتفاع الجهدي بحاجة بسيطة أو ارتفاع مفاجئة شوية بيفصلوا بأنظيف ما بقاش اللي اللي سود ده شوفت تاني مكسفه هو داري بها جماعة ومنفوخ قصاد أروزنتل قصاد الفيرتكل وده ترانزيستور الباور يا جماعة المسؤول عن خروج الباور أهو ده هو دوك اللي محطوط على الهيتسينك ودي دايرة الباور اللي هي على شمال الشمال الاي سي دي كلها وجنبها طبعا الشوبر والمكسف ده جماعة بايز هنشوف كده أي حاجة بايزة تاني ده بايز وفيه الفيوز بايز وفيه مكسف هو يا جماعة اللي جنب اللاين ده برضو منفوخ وضارب طبعا كل ده لازم نتغير نغيره وبعد كده نقيس ونشوف النتيجة اهو دوك يا جماعة يا بشار عليه ده برضو منفوخ ده شغرب تقريبا في الهوريزنتل ودي دايرة الباور هنفوخ كده كله يا جماعة ونغيره مبدئيا بس وفيه واحد تاني اهو ضارب برضو هو مش ضارب يعني تقريبا اتعرض لسخنية فالكاشي البلاستيك اللي عليه اهو يا جماعة طلعنا الفيوز اهو حوالي 3.15 من 100 هنغيره ونركب واحد بس احنا مؤقتا كده اثناء التصليح هنركب سلكة سلكة رفيعة جدا قادل مكاسف يا جماعة اللي ضارب اهو هنشوف عليه شورت ممكن هو اللي كاتم الفولت بتاع الجهاز الجهاز ده مش مطلع فولت على دايرة الباور هنشوف كده عليه شورت ولا لا ولا فيه شورت في حتة تانية لان الجهاز الفولت هابط جدا فممكن يكون ده عامل شورت على الدايرة بتاعت الباور وفاصل هنشوف كده عليه شورت مع لهوش شورت رغم انه هو ضارب بس احنا هنشيله لانه ضارب منفوخ وضارب مش هيقوم بوظيفته بس مش مدي شورت يا جماعة تقريبا ايه الاطراف بتاعت الداخلية او الاقطاف بتاعته ملمسيتش ببعض بس اتنفخ هنعيد بقى هنشيل ده كله يا جماعة الحاجات اللي بايزة دي ونغيرها عندين هنا بتاع الباور بترانزيستور الهوريزينت يا جماعة انا فصلته فصلت الباور لانه واصل على المجمع فولت الباور فلازم يفصله عشان ليكون هو مهبط الفولت فهنشيل نفصله كده يعني دي طريقة انا في الشغل لان انا بافصله كده من بره بعد كده هلحمه ده الاثنين وعشرين يا جماعة هنركبه ده ده اللي بايز هنركبه هنا هنركب يعني البديل بتاعه وهنشوف بقى الهوريزينتل هنشيلها هي الفيرتكل لان برضو الفولت لسه مش موجود مش طالع فطبعا هنشيل دي لان احد المتهمين في حكاية الفولت غالبا ما بيكون في مكبر الاخراج او او اللي هي اللي هي اللي هي الائي سي دي الفيرتكل اما بتعمل شرطة يا جماعة الجهاز بيعمل حماية فبينزل الفولت عشان يحمي الجهاز هنشيلها برضو ونغيرها بواحدة جديدة من ضمن الحاجات اللي احنا هنشيلها كل اللي يا جماعة هنشيله ونركب غيره اهو يا جماعة هارجع تاني الحم ترانزيستر الباور وشغل هشوف الفولتا هتطلع بعد ما شيلت الائي سي دي ولا لا اهو يا جماعة المية خمسة وعشرين او فولت الباور طالع واصل لحد الهوريزينتل يعني ما احنا نضايرت الباور كده بعد ما خرقت خرقت الفيرتكال ايسي الفيرتكال الفولت طالع هارجع اروح لحم ايه الترانزيستر ده تاني وشغل هنغير بقى ايه هلحم الترانزيستر وغير المكاسف دوك او هلحم الرجلين دي واشوف اما اجل حمه بقى هيفضل الفولت موجود ولا يختفي هشوفه بها يعمل عمل التحميل على الباور وهبطه تاني كده بقى احنا حصلنا العطل وعرفنا للعطل في الفيرتكال اهو نلحمه نغيرنا الترانزيسترية اهو يا جماعة قمنا بعملية اللحام خلاص هنركب بقى ونجرب كده طبعا دي وانا اثناء التشغيل يا جماعة وبجرب لقيت دي مطلعة شارز اللي هي مقاومة البيتي سي اللي هي علامات خلال الكهرباء اللي هي مشاشة تتماغنط او بقى فيها دق ماغنطة بنشيلها طبعا بتبوز بتضرب الجهاز لو هي بايزة ودرجة المقاومة بتاعتها قليلة المفروض تبقى تبدأ قليلة وبعدين تزيد لان دي من خصائصها ان هي مقاومة بيتي سي مقاومة ذات معامل حراري لما بتزيد درجة الحرارة بتاعتها بترتفع قيمتها فما بيوصل فيها الطيار الكبير بترتفع درجة المقاومة بتاعتها بعد ما كانت مثلا اثناشر خمستاشر حاجات زي كده تغيرها تروح وصلة لجهد كبير وإلا لو فضلت كده هتبقى حملة على المتين وعشرين والجهاز ما يشتغلش لانها هتلغي المتين وعشرين يا جماعة كده هنخلحها ونبدلها برضو عشان يجريت مغناطة للشاشة لان ممكن نلاقي مثلا علىها في مغناطة أو ألوان ملتاشة بتعملها المقاومة دي مع الملف اللي هو موجود حوالين الشاشة طبعا دي بايزة 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 لان في أكتر من هي طلعت طلعت شيات وطلعت نار من غير إياس شغلنا على طول شغلنا وجربنا جماعة لأينا جهز الحمد لله شغال بس ناقص على الفيرتكل أهو هنجيب له بقى مقاومة أيسي الفيرتكل وإن شاء الله يأرجو ما يكونش في حاجة تاني ويشتغل أهو يا جماعة الفيرتكل لحمنا طبعا الهولوزنتل مقابل الهولوزنتل اشتغل الجهاز جبنا الحاجة يا جماعة وجبنا ترانزيستورة مكاسف 22 مكرو وربعمائة فولت طبعا بحب زيادة الفولت شوية عشان يستعمل بس طبعا الماكرو ما ليش دوعا بيه لأن ده بيشتغل يا جماعة في إشارة إشارة الرأسي فأنا ما قدرش ألعب في في الماكرو أسيب الماكرو زي ما هو 22 الفولتا عليه شوية عشان يستعمل جبت مقاومة بتي سي جديدة عشان إزالة الماغنطة يعني هو ممكن يشتغل من غيرها يا جماعة بس ممكن الجهاز يتمغنط بعد كده ده عشان إزالة الماغنطة أول بأول من على الشاشة الفيرتك اللي هي جماعة القديمة وجبنا الواحدة الجديدة هي وهنركبها على الهيتسينك دوك ونسبتها بمصمار ونحسن التثبيت عشان تقوم بعملية التبريد على الهيتسينك كده ملهاش كده يعني مش مش لازق أجامد يعني لأ دي احنا نخليها جامدة جدا طبعا في جزء معدني بتحط عليها عشان التثبيت قدي المقاومة الجديدة الاي سي الجديدة وهدي يا جماعة المقاومة قطعة الحديد اللي هي بتاعت التثبيت والمصمار مصمار التثبيت عليها ونركبه ونربطه كويس ونحسن الرابط علشان التبريد يبقى كويس لان كده لو ما ربطهاش كويس التبريد هيبقى ايه اقل كل ما يكون التبريد اكتر كل ما تزيد عمر الاي سي وما تتلافش بسرعة لان درجة الحرارة العالية في بعض المكوناتها جماعة ممكن تبوزها هنركبها كده ونحطها في الخروب بتاعتها ركبنا طبعا الاي سي المكاسفات اهو يا جماعة ركبنا كل حاجة وهنرقل بقى البوردة من تحت ونلحمها اهو يا جماعة نرحم كده واحدة واحدة ما نسبتش ايدينا كتير عشان الاي سيات ما تتحرقش لان ارتفاع درجة الحرارة ممكن تبوز بسرعة وممكن لو هي حساسة قوي الاي سي نلحم مرة فوق ومرة تحت ومرة في النص ما يبقاش تركيزنا النار في منطقة واحدة او التسخين في حتة واحدة لحمد الاي سي كلها هو يا جماعة فاضل المكاسف ده هنلحمه ونسبته ونلحمه هو كمان اهو ثبتناه يا جماعة وننظف كده حوالين الاي سي عشان ما يكونش في اي حاجة من اثر اللحام او اصدير يلمس او يعمل شورت بين الرجل بتاعت الاي سي طبعا دي بيتي سي تلت اطراف هيك هنلحمهم همه كمان ونجرب بعد كده اهو نلحم كويس يا جماعة نقوم بعملية التسبيق ايوة دي يعني مش معلاش خوف قوي يعني لان الجل بتستحمل درجات الحرارة العالية دي اهو يا جماعة ونجرب بقى كده بعد ما لحمنا ونشوف النتيجة ويا رب ما يكونش في حاجة تاني نرجو بقى انه ما يكونش في حاجات احنا كده خلاص عديدنا العط خلاص يا جماعة لحمنا كده خلاص ونشوف كده ايه النتيجة اه الحمد لله جماعة اشتغل اهو الحمد لله صوت وصورة والالوان مش مبرتاشة بس في شواء صغرين كده هنعليجهم ان شاء الله اللي هم على الشمال دول ان شاء الله ندير صحبه وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة